سوف نتعرف في هذا الجزء على كيفية إنشاء استعلام من النوع Append Curie ويستخدم هذا النوع لإضافة مجموعة من السجلات من جدول أو عدة جداول إلى نهاية جدول أو إلى عدة جداول أخرى فعلى سبيل المثال لنفترض أنه لدينا قاعدتي بيانات وكل منها يحتوي على جدول المنتجات Products ونريد إضافة السجلات الخاصة بالمنتجات من الجدول Products الخاص بقاعدة البيانات الأولى Inventory إلى جدول المنتجات Products الخاص بقاعدة البيانات الثانية My Database وذلك بدلا من إدخال هذه البيانات يدويا ولإضافة السجلات الخاصة بالمنتجات من قاعدة البيانات Inventory إلى قاعدة البيانات My Database فسوف نحتاج إلى عمل ربط Link من الجدول الأول الموجود بقاعدة البيانات Inventory داخل قاعدة البيانات My Database ولعمل الربط Link نفتح القائمة File ونختار Link Table من القائمة الفرعية Get External Data فيظهر المربع الحواري Link فنختار قاعدة البيانات الأخرى وهي Inventory ثم نضغط على المفتاح Link ونختار الجدول الذي يحتوي على السجلات التي نريد إضافتها إلى قاعدة البيانات الحالية وهو الجدول Products ثم نضغط OK فيتم عمل ربط للجدول داخل قاعدة البيانات بالاسم Products One وذلك لوجود جدول له الاسم Products داخل قاعدة البيانات الحالية فنقوم بإنشاء استعلام يحتوي على الحقول التي نريد إضافتها من قاعدة البيانات Inventory إلى قاعدة البيانات My Database ولعمل ذلك نضغط على المفتاح Curies من شريط الأدوات Objects ثم نضغط ضغط مزدوجا على الأمر Create Curie in Design View فتظهر نافذة تصميم الاستعلامات ويظهر بداخلها المربع الحواري Show Table فنختار الجدول Products One ثم نضغط على المفتاح Add ونضغط على Close لإغلاق هذا المربع الحواري ثم نضيف الحقول التي نريدها إلى جدول تصميم الاستعلام فنضغط ضغط مزدوجا على الحقل Product Name من الجدول Products One فيتم إضافته إلى جدول تصميم الاستعلام كما نرى والآن نقوم بإضافة الحقول Supplier ID وCategory ID وQuantity Per Unit وUnit Price وUnits In Stock بنفس الطريقة ولإنشاء الاستعلام Append Curie نفتح القائمة Curie ونختار Append Curie أو نضغط على هذا السهم بجوار المفتاح Curie Type ونختار Append Curie من هذه القائمة ومن القائمة Table Name في المربع الحواري Append نختار الجدول الذي نريد إضافة السجلات إليه وهو Products في هذه الحالة ثم نضغط على المفتاح OK فيتحول الصف Show داخل الجدول الخاص بتصميم الاستعلام إلى الصف Append 2 وبالنظر إلى هذا الصف نلاحظ أن البرنامج قام بإظهار أسماء الحقول الخاصة بالجدول Products والمتوافقة مع بيانات الحقول التي اخترناها من الجدول Products 1 وهذا معناه أنه سيتم إضافة السجلات الخاصة بالمنتجات الجديدة من الجدول Products 1 إلى الجدول Products في الحقول المحددة في هذا الصف ويمكننا رؤية السجلات التي سيتم إضافتها في نهاية الجدول Products بالضغط على المفتاح View ولتشغيل الاستعلام لإضافة السجلات التي نراها في هذا الجدول إلى الجدول Products ننتقل إلى طريقة العرض Design View مرة أخرى ثم نضغط على المفتاح Run فتظهر رسالة تخبرنا بأنه سيتم إضافة خمسة سجلات إلى الجدول كما تخبرنا بأنه لا يمكن التراجع عن هذه الخطوة بمجرد تنفيذها فنختار Yes لتأكيد عملية إضافة السجلات وبالانتقال إلى النافذة Database وفتح الجدول Products داخل طريقة العرض Data Sheet View والانتقال إلى نهاية هذا الجدول نراحظ أنه تم إضافة خمسة سجلات جديدة في نهاية الجدول